مرحبا شباب يوم أمس شاركت معكم مراجعة شاملة للتحديث الجديد iOS 15 Beta واستعرضت معكم أكثر من 60 ميزة جديدة أغلبها كانت مخفية ولم يتم ذكرها في المؤتمر إذا فاتت كذلك الفيديو أنصحك أن تشاهده بعد مشاهدة هذا الفيديو طبعا سأترك لك رابطه تحت في أول تعليق مثبت مع مرور الوقت لازلت أكتشف مميزات جديدة وفي فيديو اليوم سأشارك معكم 10 مميزات غير التي ذكرناها سابقا وأعدك ستتعرف على أغلبها إن لم أقل كلها لأول مرة دعونا نبدأ مع أول ميزة وهي هنا في أسبوتلايت لو تتذكرون في الفيديو السابق قلت لكم أنه تم تطوير أسبوتلايت الآن يمكنك البحث على أشياء أكثر دون الحاجة للذهاب على جوجل لكن من بين الأشياء الرائعة جدا هو أنه الآن يمكنك تحميل التطبيقات من أبستور مباشرة من أسبوتلايت دون الذهاب على أبستور سأكرركم مثال على سبيل المثال سأكتب تطبيق تيك توك على هذا الشكل كما تشاهدون هذا تطبيق يمكنني أن أقوم بتحميليه مباشرة من هنا كما تشاهدون سوف يبدأ تحميليه دون أن أذهب على أبستور��를 دون فتح أبستورد جاري تحميلي الآن لو أذهب على شاشة الهوم من هنا كما تشاهدون جاري تحميل التطبيق من هنا وصراحة هذه خاصية جميلة جدا تم إضافتها في هذا التحديث الجديد وأيضا سبوت لايت هذا القسم من هنا يمكنك الآن الدخول عليه من شاشة القفل شيء جديد أيضا في آي واس 15 كما تشاهدون لو أقوم بالجرع الأسفل يمكننا الدخول على سبوت لايت هذه الخاصية لم تتكون متوفرة في أي حديث سابق طبعا إذا أردت الدخول على سبوت لايت يجب أن تكون على شاشة الهوم لكن الآن من شاشة القفل يمكنك الدخول على سبوت لايت يمكنك تحميل تطبيقات مباشرة من شاشة القفل كما شرحت لكم قبل قليل يمكنك القيام ببحوت من هنا دون الذهاب على جوجل وأيضا يمكنك على سبيل المثال الاتصال بشخص ما دون حتى أن تقوم بفتح الآيفون فقط تكتب اسمه من هنا على سبيل المثال سأكتب على هذا الشكل ثم تضغط على الشخص الذي تريد الاتصال به ويمكنك الاتصال به مباشرة من هنا بالضغط على كول أو إرسال له ميسج دون الدخول إلى الآيفون وفتح تطبيق الاتصالات صراحة ميزة جميلة جدا جديدة على آي اويس 15 من بين المميزات الرائعة والجديدة في آي اويس 15 هو أنه الآن إذا قدر الله وسرق منك آيفونك يمكنك أن تقوم بتتبعه ومعرفة مكانه حتى لو تم إطفائه يعني لو الليس قام بإطفاء آيفونك ظنا منه أنك لن تتمكن من تتبع الآيفون بعد إطفائه فهذا غير صحيح على آي اويس 15 لكن يجب أن تقوم بتفعيل هذه الخاصية يذهب على الإعدادات في آيفونك ثم أدخل في الأعلى على حسابك الأبل اي دي طبعا ضروري يجب أن تكون متصل على حسابك الأي كلاو بعد ذلك اذهب على فايند ماي من هنا أدخل عليها ثم من هنا في الأعلى فايند ماي آيفون أدخل عليها طبعا يجب أن تكون مفعلة هذه الخصائص كلها يجب أن تكون مفعلة ولكن الخاصية التي تهمنا الخاصة بتتبع آيفونك بعد إطفائه وهي هذه الخاصية هنا في الوسط فايند ماي ناتورك هذه الخاصية تأكد على أنها مفعلة لأنها مهمة جدا وإذا قدر الله وتم سرقة آيفونك فستمكنك من تتبعه حتى لو قام الليس بإطفائه صراحة من أجمل الخصائص الجديدة في آي اويس 15 طبعا تتذكرون في فيديو يوم أمس تكلمنا حول الخاصية الجديدة الرائعة في كاميرا الآيفون حيث يمكنك فتح الكاميرا على أي نص ويمكنك أن تقوم بعمل كوبي لذلك النص مباشرة من الكاميرا واستخلاص النص ويمكنك أن تقوم بلسقه في أي مكان آخر لكن هناك ميزة أخرى رائعة جدا وهي أن تقوم بترجمة النصوص مباشرة من كاميرا الآيفون كما تشاهدون أمامكم عندي هذا النص مكتوب في هذه الورقة سوف أقوم بتوجيه كاميرا الآيفون عليه وسوف أضغط طبعا على هذا الزر الذي يظهر بعدما تقوم بتوجيه الكاميرا على أي نص ثم سأقوم بالتعليم على الكتابة الكاملة التي أريد أن أقوم بترجمتها ثم من هنا سوف تجد هذا الاختيار مكتوب عليه ترونزليت أو ترجمة اضغط عليه ومن هنا يمكنك أن تقوم بترجمة النص مباشرة من كاميرا آيفون يمكنك طبعا من هذا الاختيار أن تقوم بتغيير اللغة التي تريد أن تترجم لها صراحة من أجمل المميزات الجديدة في iOS 15 وإن شاء الله سوف تفيدكم بدون شك هناك خاصية أخرى جديدة على iOS 15 خاصية مهمة جدا لم نتكلم عليها في الفيديو السابق وهي خاصية Drag & Drop أو ما يصطلح عليها بالسحب والإفلات هذه الخاصية كانت متوفرة فقط في الآيبود لكنها الآن متوفرة أيضا في الآيفون على نظام iOS 15 يمكنك أن تقوم بسحب أي شيء وإفلاته في تطبيق آخر سأريكم بعض الأمثلة على سبيل المثال يمكنك الدخول على تطبيق الصور ويمكنك أن تقوم بجلب أي صورة على سبيل المثال سأقوم بالضغط تقتمطور على هذه الصورة ثم سأقوم بجلبها على هذا الشكل ثم سأخرج من تطبيق الصور كما تشاهدون لازالت عندي الصورة من هنا وسوف أذهب على تطبيق File على سبيل المثال ويمكنني أن أقوم بإفلات الصورة من هنا لكي أقوم بجلبها على تطبيق يمكنك القيام بهذه الخاصية في جميع التطبيقات وحتى في الكتابة سأريكم مثال آخر على سبيل المثال يمكنك أن تقوم بعمل على هذا الشكل ويمكنك أن تقوم بجره ثم أدخل على تطبيق ثم أتركه في تطبيق وكما تشاهدون سوف يتم وضعه من هنا وأيضا كما قلت لكم تعمل في الكتابة أيضا كما تشاهدون لو أذهب على سبيل المثال على الصورة ونستخدم الخاصية الجديدة لنسخ الكتابة من الصورة هذه فقط للتجربة سوف أقوم على سبيل المثال بنسخ هذا النص أو التعليم عليه على هذا الشكل والآن يمكنني أن أقوم بالضغط مطولا على النص وأقوم بجره على هذا الشكل ثم أخرج من التطبيق وأذهب على أي تطبيق آخر وأقوم بإفلاته في ذلك التطبيق أو نسخه بهذه الطريقة على سبيل المثال سوف أذهب على تطبيق يمكنني الذهاب من هنا أو الملاحظات ثم يمكنني أن أقوم بإفلات النص من هنا وكما تشاهدون بهذه البساطة يمكنني أن أقوم بجلب النص من تطبيق آخر إلى تطبيق آخر فقط بسحبه بهذه الطريقة بدون شك لاحظتم على أنه عندي تطبيقات مكررة في هذه الصفحة كيف قمت بذلك؟ هل هذا مدشر خارجي أو تكرار تطبيقات؟ لا ليس أي من هذه الاختيارات في iOS 15 هناك خاصية صراحة لا أعرف إذا هي باق يعني مشكلة أو ميزة جديدة لكن لو تذهب من هنا على الإيب لابراري يمكنك أن تقوم بجر نفس التطبيق العديد من المرات وتتركه في شاشة لهم على سبيل المثال كما تشاهدون تويتر سوف أقوم بجره وسأضعه من هنا ويمكنني أن أرجع من جديد أقوم بالضغط على تويتر من جديد وأقوم بجره ووضعه من جديد وكما تشاهدون سيتم تكراره يمكنك أن تقوم بهذا العدد الذي تريده سأقوم بجره من جديد كما تشاهدون وسأقوم بوضعه من هنا ويمكنك أن تقوم بتكرار أي تطبيق العديد من المرات طبعا هو نفس التطبيق لو تضغط عليه سيكون عليه نفس الحساب نفس التطبيق فقط ايقونات متكررة كما قلت لكم لا اعرف اذا مشكلة او ميزة جديدة اظن انها ميزة جديدة اذا اردت ان تقوم بوضع نفس التطبيق في صفحات مختلفة وليس في صفحة واحدة فيمكنك ان تستخدم هذه الميزة ايضا هناك هذه الازرار من هنا في الاعلى في الكونترل سنتر كما تشاهدون لو اقوموا بجربة الكونترل سنتر هذه الازرار من هنا يتم اضافتها لما تكون فاتح الفيس تايم لو تتذكرون يوم امستكلمنا حول الفيس تايم والمميزات التي تمت اضافتها كثير مميزات جديدة رائعة جدا تلك المميزات من بينها هناك البرتري مود يعني لما تكون في اتصال فيديو مع شخص اخر يمكنك ان تقوم بتفعيل البرتري مود يعني تقوم بتضبيب الخلفية الخاصة بك وتبقى تظهر فقط انت يمكنك ان تقوم بذلك لما تكون فاتح الفيس تايم سواء في الخلفية او تكون عليه يمكنك أن تقوم بذلك حتى من وذلك بالضغط هنا كما تشاهدون عندك تدخل عليها ويمكنك أن تقوم بتفعيل مباشرة من حيث يتم إضافة هذه الأزرار وأيضا هناك الخاصية الثانية الخاصة بالمايكروفون والتي يمكنك أن تقوم بتفعيل فيها خاصيتين الخاصية الأولى وهي عزل الأصوات المزعجة لما تكون في اتصال يمكنك أن تقوم بعزل الأصوات المزعجة حولك والشخص الآخر سوف يسمع كلامك فقط وأيضا يمكنك تفعيل خاصية وهذه الخاصية أيضا جميلة جدا لما تقوم بتفعيلها الشخص الآخر سوف يسمع صوتك كأنك معه في نفس الغرفة سوف يكون الصوت حقيقي بطريقة رهيبة جدا وكما قلت لكم سوف يحس على أنه معك في نفس الغرفة لما تقوم بتفعيل هذه الخاصية وأخر ميزة سأشاركها معكم في فيديو اليوم لما نتكلم عليها في الفيديوهات السابقة وهي أيضا هنا في لو ننزل الأسفل عندنا هذه الخاصية هنا هيرين أو الاستماع لو نضغط عليها ضغطة على هذا الشكل هذه الخاصية تعمل لو كنت متصل على الأيربوت وحتى لو لم تكون متصل على الأيربوت كما تشاهدون يمكنك الضغط على هذا الزر من هنا في الأسفل ويمكنك أن تقوم بتشغيل بعض الأصوات في الخلفية سأقوم بزيادة الصوت لا أعرف إذا ستسمعون أم لا سأقوم بتقريب المايكروفون كما تسمعون هذا الصوت الشتاء يمكنك أن تضغط من هنا سوف تجد العديد من الأصوات التي يمكنك أن تقوم بتشغيلها هذه الأصوات تشهدها عادة في الطبيقات التي تساعدك على الاسترخاء أو النوم تم إضافتها الآن في الـ Control Center مباشرة في الآيفون يمكنك أيضا الاستماع إليها وآيفون كمقفول ويمكنك تفعيلها من هذا الزر في الـ Control Center أود أن أشكركم على الدعم الرهيب الذي تقدموه لي في القناة صراحة جدا جدا ممتن منكم شكرا لكم على الحب والمتابع إخوتي وطبعا ترقبوا دائما أقوى مواضع الآيفون على قناتكم المفضلة آيفون TV نلتقي غدا في فيديو جديد سلام